مساء الخير أغلب البنات في مجتمعنا بيتعرضوا لضغوط كتيرة قوي بسبب الجواز لو ما اتجوزتش تلاقي اللي حواليها بيسألوها ها هنفرح بيكي امت ولو اتجوزت يبقى السؤال اللي بعده فيش حاجة جاية في السكة نفسينا بقى نشلك حتة عيل ولو خلفت نخش عالسؤال اللي بعده مش نويت خوي ابنك ولا بنتك ولا ايه بقى ولو اتطلقت يبقى اتطلقتي ليه وغيرها كتير من الأسئلة ملهاش آخر تتسئل كل يوم كأنها متهمة أو في تحقيق ومن ضمنهم أميرة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي بسبب أسئلة اللي حواليها بقت مضغوطة بعتها تقول لنا سؤال اني احسن اتجوز وخلاص حتى لو هتطلق بعدها ولا بقى اللي قبل احنا بنحاربه في الاعلام ابقى عانس يعني ما تجوزتش خالص تعالوا نسمع القصة من أولها ونشوف أميرة بعتها تقول لنا ايه اسمي أميرة وعندي 35 سنة الحمد لله على قدر كبير من الجمال وانا صغيرة كنت عيشة حياة مستقرة مع ماما واخويا واختي وبابا كان مسافر عشان يأمن مستقبلنا وفعلا ما كانش حرمنا من حاجة كان بيجيب لنا كل اللي احنا عايزينه وزيادة كمان مثلا كان جايب لنا عربية بسواء بحكم اني بنت كانت أختي هي أقرب وحدة لي كنا بنحلم بمستقبل كويس واننا ننجح وانحقق طموحاتنا انا كنت عايزة أدخل هندسة واختي كانت عايزة تدخل طب تبقى دكتورة بس فجأة الحياة قلبت لما اختي تابت وجالها مرض نفسي صعب عرفت بعد كده انها مش هتخفي منه خالص المرض ده هو الفصام واسفة في الكلمة بقى فيه ناس حوالينا بيتكلموا علينا بيقولوا ان اختي مجنونة معين ده بتلاء لا هي ولا احنا لنا زنب فيه بعد مرض اختي بابا حصلت له مشاكل في الشغل نزل من الصفر نهائي بدأنا نعيش معاناة معاناة المرض معاها وضعم مننا الاستقرار اللي كنا عايشين فيه ما بقناش نعرف نخرج كلنا زي اي اسرة عشان كان لازم نقسم نفسنا مجموعة تخرج وحد يفضل في البيت مع اختي اللي كانت حالتها صعبة لحد ما بدأت احس بالنقص واقول لنفسي انه مرض اختي اكيد هيأثر على حياتي بعد ما خلصت الكلية خالتي قالت لي مين هيرضى يتجوز واحدة اختها مجنونة انا محتاجة اقف هنا معلش بحيتني وفضلت طول الوقت ترن في ودني بقيت لما حد يتقدم لي ببقى مش عارفة اقول له ايه ببقى متوترة ومتدايقة بقيت مهزوزة من جوايه لحد ما ارتبطت بطيار حبني وحبيته كنا خلاص هنتجوز فجأة يشاء القدر اني ادخل في تاني اصعب صدمة في حياتي لما خطيبي استشهد والطيارة وقعت بي ساعتها فقدت احساس الثقة بقيت عيشة مكسورة مرعوبة حاسة اني مش هفرح ابدا لما حاولت ادور على حد يطمني يعوض النقص ده عندي قابلت اشباه رجالة استغلوا ظروفي بقوا يحسسوني انهم بيحبوني بيدوني الامان يوعدوني بالجواز وبعدين اكتشفت انهم بيرضوا غرورهم عشان يوقعوا واحدة جميلة وبس ولما حس باللف دماغهم وابعد عنهم كانوا بيلفوا علي بكل الطرق يجروا وراي عشان رجع لهم تاني ارتبطت كذا مر بعد خطيبي الله يرحمه لكن ما حصلش نصيب والمشكلة كانت عندهم مش عندي واحد كان ليه علاقات مش مظبوطة مع اجانب واحد كان مالوش شخصية كان بيسمع كلم واخته وانا من النوع اللي مش هيقبل ان هو يرتبط او يتجوز لمجرد اني عايزة ابقى متجوزة قدام الناس وخلاص لا يتجوز صح يا اما ما تجوزش لحد ما قررت ان انا اشيل موضوع الارتباط ده من دماغي نجحت في شغلي بقيت مهندسة شطرة اترقيت وبقيت كمان مدير مشروعات ساعتها خدت الصدمة التالتة لما بابا توفى سابني ودي كانت اخر حاجة شالت الامان من جوايا لانه بابا الله يرحمه كان هو سندي واماني ما تجوزتش لحد ما بقى عندي 35 سنة لسه جوايا امل اروح بيتي اللي هيبقى مملكتي بس كل ما اقول لماما عايزة اعمل حاجة في البيت تقولي لما تروحي بيتك بيعملي اللي انتي عايزة وانا فعلا نفسي اروح بيتي بس ما توفقتش لحد دلوقتي وللأسف بس مع كلام كتير بيديقني زي اي بنت اتأخر جوازها واللي تقولي ادي اخرت شروطك المعقدة اللي حطها في اي عريس لازم تتجوزي لحد ما طفشتيهم واللي تقولي انتي ازاي حلوة وما تجوزش لحد دلوقتي اكيد المشكلة عندك اتجوزي احد واتطلقي على الاقل تاخدي لقب مطلقة احسن من لقب عانس وكلام كتير بيوجعني قولولي اعمل ايه خلصت الرسالة ورسالة على قد ما هي توجع على قد ما هي حلوة تلغبط اي حد طب اميرة عملت ايه او احنا بنهاجمها ليه او مسؤولة عن اي حاجة من اللي هي فيها دلوقتي ولا هي ملهاش زمن طب هل بنت فعلا مفروض تبقى متساهلة ومعندهاش شروط ولا طموحات في الشخص اللي هيتقدم لها ليه عشان تعرف تتجوز وانخلص بقى منزن الناس اللي حوالي بقى ولا تصمم على شروطها تتنزلش ابدا يعني ايه كبرت في السن اصلا ونظرة المجتمع وانطرفاتك يا بني اسئلة كتير قوي في قصة اميرة و يعني انا مش عارف اقولكو انه انا الحد دلوقتي مصدومة من كلمة الخالة وعايز اعرف لانه علم النفس هو اللي هيجاوبني هل الام سكتت لما الخالة قالت كده ولا احنا اقرب الناس لينا هم اللي كلامهم فعلا بيوجعنا ويطرر بيبوغدين بالهم ولا عاملين نفسهم مش من هنا اشتركوا في القناة